فلينا أسأل الحاجة سيد لما بيجي لك مستأجر إيه اللي بيحصل بصفة فاندم بالنسبة للشوق عندنا في مدينة السلام والنهضة ساعتك من 92 ساعتك أو من 3 أول ما اشتغلنا في العقارات في حاجة اسمها اختار للإسم اختار الإسم ده و ساعتك بروح منه 3 صور من عندي من المكتب يعني بروح 3 صور السوق ما أحضر بيبقى في اسم وما أحضر عندي وما أحضر بروح الأمن الوطني باسم المؤجر أو المؤجرة أنا بعمل إختار من 3 صور بيمضيلي عليها ظابط المكونات أو أمين صورة بقمين المكونات ساعتك بيمضيلي في الأجندة عندي في المكتب إن تم استلام الإختار بتاع المواطن اللي هيسكن عندي أنا بقى راجل فاتح مكتب وعايش في المنطقة بييجي مثلا واحد بيقول لي أنا عايز أقر شقة فبقول له عني بطاقة أصي البطاقة مش معي أقول له الله أسف أو ممكن أقول له تعالى تفضل وأخطر به في نفس الحال فيه ساعات واحدة بتيجي تقول لي أنا جوزي مسافر وأنا عايز أقر شقة عني صورة الأسيمة بيبقى فيها بيانات الزوج والزوجة بنبعثها لإسم في حاجة تانية لازم إحنا بنبص عليها زي مساء تنبيب قال إن هو إيه نوع الإختار أنا جاي لعمال أو جاي لحد ساعتك أنا أقسم بلا ساعت بنعمل زيارات بالليل عندي خمس عمال عندي ست عمال بلاقي واحد أنت فيه كشف ساعتك بيبقى بيهم إنت عملت كم نفر دلوقات ستة بقواهم سبعة إنت مين والله أنا جاي معهم تبقى إسمك وبطعتك وبطعتك معقولة تعملوا كده مع كل المساعدين إحنا أنا عن نفس المكتب يا ما عمل كده أنا ما تتكلمش عنك إنت ممكن تكون راجل ماشي في السليم بس يعني بقية اللي ساعتك بقية الناس بقى القصة مش في كده ساعتك فيه ناس بتشتغل من الباطن أنا أقول ساعتك الصراحة فيه ناس بتشتغل وما تدركش معنى الخطورة أنا كان عندنا السنة اللي فاتت ساعتك الأمن العام جي خد من عندنا من المساكل اسمها إجكو 1200 حوالي ثلاث عربيات ونص جاركن اللي هي بتاعت الإلتهاب بتاعت الإرهابيين وبرود ومقصات وحاجات جمدة جدا خدها إزاي الشقة هو اشتراها راجل معوقه من لدها أقول اسمه بحافظة لو منها والأمن العام انتشر عندنا والحمد لله جاء بالعضيات في مدينة النهضة هو زاكي يعني إزاي أجر في شارع ميت يعني ميت ما فيش في حد بيمشي كتير وجاب الكمية دي كلها وعمل الشقة فيها ثلاث تكيفات وعمل حاجات جمدة جدا بحيث إن أنا وأنا معدي مش هعدي من هنا أنا في شارع كده طول وفي شارع كده طول وفي مكان ميت يعني زي ما طول ساعة تكحارة فربنا يبارك في رجالة الأمن العام مشترطة طيب جم خدوا من عندنا من إيشكو جم خدوا ثلاث عربيات أو ثلاث عربيات ونص متبعوا فإحنا أي شقة أي شقة بنأجرها كمكتب معتمد طب حضرتك لو ما أخترتش إيه اللي بيحصل لا بيتعمل كان الأول بيتعمل في حاجة اسمها مزولة مهنة بدون ترخيص أو السيد الرئيس اللي بيحس بيقولك إيه أنا أركبك مع 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 الجناية اللي هو بيها يعني ما بيحصل اجتماع مع السيد الرئيس اللي بيحس بيقولك إيه لو أنا جبت من عندك رجل بتاع المخدرات أنا مش هكتفي بس بال كأنك أنت ساعدته يعني شكرا